أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بأعفاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجازة من سدات الدفعات المقدمة يأتي ذلك تماشياً مع توجهات الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين لتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية تماشياً مع توجهات القيادة السياسية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين لتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية فقد أصدرت هيئة الرقابة المالية قراراً بأعفاء المواطنين راغب الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سدات الدفعات المقدمة ليساهم بشكل كبير في دخول شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة وقد سعت الدولة إلى إزالة أي معوقات تواجه نشاط التمويل العقاري مع العمل على حل أي مشكلات تحول دون النهض به حيث كانت القواعد التنظيمية السابقاً المعمول بها للتمويل العقاري للأغراض السكنية تنص على أنه لا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمان المقدمة بحسب الأحوال وفي حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة وكان المواطن يقوم بسداد الفرق في قيمة الوحدة كدفعة مقدمة أما التيسيرات الجديدة على القواعد المعمول بها في التمويل العقاري للأغراض السكنية فقد أجازت منح المواطن تمويلاً عقارياً بنسبة 100% من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإيجارة وهو الإيجار المنتهي بالتملك في نهاية مدة الإيجار أو أثنائها نشاط التمويل العقاري حقق نشاطاً ملحوظاً خلال عام 2021 حيث قامت شركات التمويل العقاري بمنح تمويل قدره 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه في عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 138.2% ترجمة نانسي قنقر